السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبت وطالبات معهد فني طمريد أهلا وسهلا بكم يارب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة التانية المنستير والساكل يعني إيه المنستيرويشن المنستيرويشن دي عبارة عن نورمال باجاينال بليدنج ليه بقول عليها نورمال باجاينال بليدنج لأن في أبنورمال في بليدنج ممكن ينزل على الست يبقى لحالة مرضية أو عندها مشكلة أما المنستيرويشن فهي حالة طبيعية خالص بتحصل لكل البنات من أول البيوبرتي لحد الميديبوز من أول سن البلوغ لحد سن اليأس الفترة اللي بنسميها الربروداكتف بيريود الربروداكتف بيريود بتبتدي من أول البيوبرتي وبتنتهي بالميديبوز طول الفترة دي بيحصل النورمال باجاينال بليدنج أو البريودك ديستشارج من اليوترس اللي بيبقى فيه عبارة عن بلد مع ميوكس مع أبيسيليا السيلس كل الحاجات دي بتخرج من اليوترس بطريقة دورية شهريا بيبقى حوالي الانترفال بتاعتها حوالي 28 يوم المنسترويشن لها أكتر من مصطلح أو أكتر من كلمة ممكن نقول عليها منسس أو منسترويال بيريود أو بيريود بس طبعا احنا كل شهر الرحم بتاعنا بيبدأ يستعد انه يستقبل الفرتلايزد أوفم الأوفم المخصبة ان بعد الأوفم والسبيرم ما يحصل فرتلايزيشن ما بينهم هو مستني بقى الفرتلايزد أوفم دي عشان يحصل انه يبقى فيه بريجنانسي ويبقى فيه حمل فكل شهر يبدأ يعد نفسه ويبدأ يكون الاندومتريام بتاعته ويعمل لها سببورت ويبقى وتبقى السكنس بتاعها عالي قوي عشان تحتضن الجنين اللي هيجي طيب في حالة انه ما حصلش بريجنانسي بيبقى يحصل المينستيروال بلود انه ينزل او المينستيرواشن انه هي تنزل وده بياخد جزء من الاندومتريام اللي هو البلود مع التشوز اللي موجودة جوه وتخرج عن طريق الفاجينة في حالة عدم حدوث حمل طرح ما عرفنا منستيرواشن فلازم نعرف مصطلح اسمه أمينورية يعني ايه كلمة أمينورية الأمينورية هي الابسنس او منستيروال بيريوت انزل وومن او ربروداكتف ايج يعني ان المينستيرواشن الستة هي في ربروداكتف ايج اللي هو الطبيعي انه يجيلها المينستيرواشن وبدأ ما تنزلهاش المينستيرواشن او المينستيروال بريد ما جاتش طيب ايه السبب اللي ممكن يعمل حاجة زي كده اول حاجة هي حاجة فيسيولوجية خالص زي ان الستة تبقى بريجنانت وومن او بتعمل لكتيشن يعني ما تكون حامل او في رضاعة او بريست فيدنج تمام طيب لو هي مش في الربروداكتف ايج ايه اللي ممكن يعمل لها امينورية في حالة ان تكون لسه بنت صغيرة في مرحلة التفولة اللي هو قبل مرحلة البيو بيريتي قبل البلوغ طبعا دي امينورية مفيش منستيرواشن بتنزل للبنت او افتر المينيبوز المينيبوز اللي هو السيسيشن او في المينستيروال بريد اللي هو خلاص توقف المينستيرواشن مبقاش الستة ينزل عليها البيريد حكتين اتنين للامينورية يعمل الستة في الربروداكتف ايج فهيبقى السبب يعمل البراغنانسة او اللاكتيشن لو هي مش في الربروداكتف ايج او مش في الربروداكتف ييرز هتبقى يعمل هي تشايلدهود يعمل في مرحلة المينو بوز امين و مادي السيوني امين واسيون البنت ب katis اول حاجة الفلويد ريتنشن الفترة بتاعت المينستيرواشن بيبتدي الجسم يخزن مية كتير ويخزن سوائل كتير في الجسم وبالتالي ممكن البنت تحس بأن عندها ويت جيل لو وزنت نفسها في الفترة دي هتلاقي نفسها زايدة على الأقل 2 كيلو بس دي حاجة ما تقلقش لأن أول ما البروت بتخلص المية دي بتنزل والزيادة الوهمية دي بتروح والعرض الأساسي عندنا فيه المينستيرول سايكل هو الأبدومنال أوربالفك كرامبينج بين طبعا بيبقى فيه مغص شديد في البطن وفي منطقة الحود وكمان فيه lower back pain ظهرها من وراء خالص بيبقى تعبها عندنا هدك فتيج بيقى فيه صدوع وتعب والمود سوينجز and irritability دي شائعة قوي ما بين البنات بيحسوا أن هم مش عارفين أهو أنا فرحانة ولا زعلينا ولا متضايقة أو البنت تبقى فرحانة دلوقتي كمان دي قتين تبقى متنرفزة فده المود سوينجز المسؤولة عندناها الهرمونات والمنسترويشن كمان بيبقى عندها breast tenderness breast بتاعها بيبقى pinful ويعني وارم شوية وممكن يحصل لها ضيارية أو conistribution سواء سهل أو characteristics of normal menstrual cycle امتى أقول المنسترويشن دي لأ دي normal والدنيا ماشية تمام أول حاجة البجينيج بتاعتها ازاي في عندنا حاجة اسمها المينارك المينارك is the first menstrual period اللي هي أول period خالص بتيجي للبنت أول period جيت لها في الحقيقة اسمها المينارك بتيجي أمتى من 11 سنة ل 14 سنة في الرنج ده دايما عندنا في النسبة في average أو range فعندنا من 11 ل 14 سنة بيبتدي يحصل المينارك اللي هي أول period بتيجي للبنت طيب ده معناه ان لو هي جت قبل 11 سنة دي حاجة abnormal واسمها بريكوشيس بيوبرتي اللي هي البلوغ المبكر أو لو بعد 14 سنة بتبقى اسمها دي لية بيوبرتي احنا مش هنتطرق للمواضيع دي بس لازم تبقى عارفين ان دي تبقى abnormal قبل 11 سنة أو بعد 14 سنة الانترفال الانترفال هي المسافة أو duration ما بين بداية السايكل دي لبداية السايكل اللي بعدها الانسترويشن جات يوم كام وهتيجي يوم كام تاني فدي بتبقى حوالي 28 يوم أو زي ما قلنا انه بيقى فيه range نقدر نقول من 23 ل 35 يوم ما فيش مشكلة تمام بعد كده عندنا الـ duration الـ duration بتبقى حوالي من 3 ل 5 أيام وممكن توصل ل 7 أيام الـ amount بتاعتها بتبقى ايه بتبقى حوالي من 30 ل 80 ميلي ده معناه برضو ان لو هي اقل من 30 ميلي برضو abnormal لو اكتر من 80 ميلي هتبقى abnormal أو ان البنت تيجي تقولي انا بيبقى عندي saturated bad in less than an hour يعني في اقل من ساعة الـ bad بتاعتها بتبقى غرقانة فده معناه ان فيه عندها heavy bleeding عندها نزيب جامد طيب الـ color بيبقى لونه ايه dark red ليه dark red لانه هو مش عبارة عن blood بس لو blood بس كان هيبقى fresh red او ان الـ red لونه يعني الاحمر فاتح لا هنا dark red لانه عبارة عن blood مع ميوكوس مع endometrial cells مع الـ endometria من اللي هي المبطنة للرحم تلتينها بينزل في المنسترويشن تمام؟ ده اللي بيدي اللون الـ dark للمنسترويشن طيب هي المنسترويشن او المنسترويشن بتحصل ازاي؟ ايه اللي بيحصل جوه الجسم؟ ما اكيد فيه حاجة كبيرة بتحصل قبل ما المنسترويشن دي بتنزل ففيه فسيولوجي فيه فسيولوجية جوه جسمنا بتخلي المنسترويشن دي التم اولا او مبدئيا احنا المفروض نبقى عارفين ان البنت اول ما بتتولد بيبقى عندها من مليون لتنين مليون primordial follicles او اللي هي primary follicles الحويصلات اللي هي بتحتوي بعد كده على الـ ovum والـ ovum هتخرج منها فالفوليكلز دي احنا بيبقى عندنا من مليون لتنين مليون اول ما بنتولد طيب بعد كده عند البيوبرتي من اول ما تبدأ البنت تبلغ بما عندها ربعمية follicles ربعمية بس ربعمية دول المفروض اللي احنا بنستخدمهم من اول البيوبرتي لحد المينيبوز تمام هم دول المسئولين على انهم ما يطلعوا لي شهريا الـ ovum احنا بنقسم عندنا السيكل بتاعة المنسترويشن ليه؟ الفيرس هوب والساكند هوب في النص الاولاني ايه اللي بيحصل والنص التاني ايه اللي بيحصل في النص الاولاني عندنا في الـ Central Nervous System اللي هو الجهاز العصب المركزي بتاعنا في حاجة اسمها الـ Hypothalamus الـ Hypothalamus دي عبارة عن ايه؟ هي الماستر جلاند هي الماستر جلاند المسئولة عن كل حاجة في جسمنا هي اللي بتدير كل حاجة الـ Reproduction العملية الإنجاب وكده دي ينوقع تحت الايه؟ الـ Hypothalamus او المود اللي بيزبط لنا المود بتاعنا هي الـ Hypothalamus او اللي بينظم لنا temperature بتاعتنا او درجة الحرارة هي الـ Hypothalamus فالـ Hypothalamus بتاعتنا دي مسئولة عن افراز هرمون اسمه الجنادوتروفين ريليزنج هرمون GNHR الهرمون ده بيأثر في مين؟ او بيروح على مين؟ مع كل هرمون لازم بيطلع من مكان مكان تاني بيستقبله بيبقى فيه الـ Receptor بتاعته او المستقبلات بتاعته على مكان تاني المستقبلات بتاعت الهرمون ده موجودة على الـ Anterior بتويتر جلاند الغدة النخامية الامامية عليها المستقبلات اول ما بيجي لها الجنادوتروفين ريليزنج هرمون ده بيبتدي يحفزها ويقول لها يلا طلعيلي بقى الـ FSH والـ LH اللي هو الـ Folic Stimulating Hormone واللتونيزنج هرمون المسئول عن افراز الهرمونين دول هم ايه؟ الـ Anterior بتويتر جلاند والهرمونين دول بيأثروا على الـ Overy على المبايد بتاعتنا المستقبلات بتاعتهم على الـ Overy عشان تحفز الـ Overy ان هم يبدأوا يفرزوني الأستروجين والبروجستيرون اللي هم الهرمونات الاساسية عندنا للـ Female تمام؟ فإن اللي بيحصل في النص الاولاني بقى؟ النص الاولاني الـ Hypocillamas طلعت الجنادوتروفين ريليزنج هرمون راح على الـ Anterior بتويتر جلاند حفزها ان هي تفرز الـ FSH اللي هو الـ Follicle Stimulating Hormone في الـ First Half of Cycle راح الـ FSH راح لمين؟ راح للـ Overy وابتدى يأثر عليه في حاجتين اول حاجة انه خلاها يعمل Maturation للـ Gravian Follicle الفولكل اللي عليها الدور ان هي تطلع للـ Overs خلاها حصل لها Maturation ندوك بقيت من Primordial أو Primary لسكاندري لترشاري لماتيور Follicle تاني حاجة عملها الـ FSH في الـ Overs ايه هي؟ انه خلاه يبدأ يعمل Production للأستروجين مدى يطلع للأستروجين؟ يبقى هم دول الحاجتين اللي عملهم الـ FSH طيب الـ Overs يطلع للأستروجين ايه اللي هيحصل بقى؟ عمال يطلع في أستروجين يطلع في أستروجين فراح عامل Negative Feedback Negative Feedback لمين؟ ليه الـ Anterior بتويتري جلاند؟ قال لها يعني ايه نجيت في Feedback؟ يعني قال لها خلاص انتي طلعتي لي أستروجين كتير وأنا مستكفي من الأستروجين فلو سمحت قال لي بقى قال لي للـ FSH عشانا مش عايز أستروجين تاني فراحت الـ Anterior بتويتري هتقلل للـ FSH فبالتالي مين اللي هيزيد الهرمون التاني اللي هي بتنتجه اللي هو الـ LH فيبتدي يحصل حاجة اسمها LH Surge يعني إيه LH Surge يعني الـ Beek أو الزروة أو أقصى حد للـ LH هيبقى موجود موجود إمتى في الميت سايكل عند اليوم اللي 14 والـ LH Surge دي أو الـ LH لما بيزيد قوي هو المسؤول عن عملية الـ Ovulation هو بقى اللي هيطلع لي الـ Oven من جوه الفوليكل وقال لها بقى خلاص تحراري وخروجي وتبدأ تروح على الفالوبيان تيوب وكده أول ما الـ Oven بتخرب بيتكون حاجة اسمها Corpus Leutheum Corpus Leutheum دي هي الفوليكل اللي كانت جواها الأوبام والأوبام سابتها وخرجت فالفوليكل دي تحولت لحاجة اسمها Corpus Leutheum Corpus Leutheum ده اللي هو الجسم الأصفر بيسموه الجسم الأصفر ده كده النص الأول من المنستيروال سايكل كان حد اليوم الـ 14 طيب النص التاني بقى فيستخن دهوف افزي سايكل ايه اللي بيحصل ايه اللي موجود عندي دلوقتي هو الكربوس Leutheum بيبتدي بقى كربوس Leutheum يفرز للأستروجين والبروجستيرون طول النص التاني هو اللي شغال عمال يطلع الأستروجين والبروجستيرون فطبعا الأستروجين والبروجستيرون الليفل بتاعهم علي وكميتهم عالية فيقوم برضو تاني عامل نيجاتيب فيدباك نيجاتيب فيدباك على مين على الهايبوسالمس والبتويتر يقول لهم بس لو سمحتوا كفاية عندي أستروجين وبروجستيرون طبعا هو عمل كده اني ملقاش في حمل ما حصلش حمل فرح قيل لهم لا ده عندي أستروجين وبروجستيرون كتير والإندومتريام بتاعتي خلاص السكنس بتاعها بقى عالي والدنيا تمام فانا مش عايز تاني يقوم يستجيبوا لكلامه فيقوموا عاملين ايه يعملوا الدروب في الـ LH اللي كان زاد ده فأول ما الـ LH يقع يقوم الكربوس لوتيم يبدأ يحصل له بقى Degeneration عشان يبدأ يتحلل بقى خلاص الجسم الأصفر فبالتالي مش هيقدر يفرز الأستروجين وبروجستيرون زي ما كان بيعمل فيحصل دروب في الأستروجين والبروجستيرون مجرد من الأستروجين والبروجستيرون وقعوا اللي كانوا سندين الـ Endometrium جوه بتاعة الرحم فهيقوم حاصل الـ withdrawal of the estrogen والبروجستيرون ده هيخلي فيه bleeding بقى تلتين الـ Endometrium دي هو Blood وتشوز وسيلز كتير هتقوم نازلة بقى في صورة Blood هي دي الفيسيولوجي أو الطريقة اللي بتنزل بيها المنسترويش الصورة توضحية هنا لو بسطوا هنا على الشمال كده هتلاقوا فعلا مكتوب فوق central nervous system اللي هو فيه الـ Hypo salamis اللي هي في السندوق الأخضر بيفرز الجونادوتروبين releasing hormone بيأثر على مين على الانتيريور بتويتر جلاند الانتيريور والـ FSH بس في الفيرست half of cycle بتطلع الـ FSH الأول المسؤول ان هو يطلع للإستروجين ويعمل maturation للفولكل أو بيأثر على الأوبري بعد كده لما يحصل نيجاتيب فيدباك والإستروجين زاد يبتدي الـ LHA هو اللي يزيد ويحصل عملية الأوفيوليشن وبعد كده الكربوس لوتيم هو اللي يفرز الإستروجين والبروجستيرون لحد ما يعمل نيجاتيب فيدباك تاني ويبدأ يقلل الإستروجين وبروجستيرون والوزدرول ده أو انسحاب الإستروجين وبروجستيرون من الجسم بيؤدي إلى البليدين اللي هو المنستيروال بلود إحنا بنقول سايكل طالما سايكل يعني بتمر بمراحل معين طيب المنستيروال سايكل فيها كزا نوع الأول في عندنا أوفيريان سايكل فيه دورة بتتم فيه الأوفري والإندومتريال سايكل اللي بتتم في اليوترس وفيه سيرفيكال سايكل بتتم في السيرفيكس وفيه كمان فجاينل وفيه أكتر من حاجة بس إحنا هنتطرق للتلاتة دول بس عندنا في الأوفيريان سايكل إيه اللي بيتم أنا عندي تلات مراحل في الأوفري بتحصل عندي الفلوكيولر فيس الأوفيولاتري فيس والليوتيل فيس الفلوكيولر فيس من اسمها جاي من الفوليكل هي دي المرحلة اللي بيحصل فيها جروينج للفوليكل أو ماتيوريشن للفوليكل اللي هم أول 14 يوم بيبقى كفية عندي حوالي من 3 لـ 30 فوليكل على حسب اللي خرجوا من المبيض حوالي 33 لـ 30 فوليكل كل واحدة فيهم جواها أوفم فبتبتدي إن يحصل لها جرو بس في الغالب هي واحدة بس أوفم واحدة اللي بتبدأ أو فوليكل واحدة اللي بيبدأ يحصل لها الماتيوريشن تمام وبعد كده بيحصل عندي الأوفيولاتري فيس دي بتاخد من 16 ل 32 ساعة هنا معنى كلمة أوفيوليشن زي ما قلنا إن الأوفم released from the follicle هتبدأ تخرج من الفوليكل وتدخل على الفالوبيان تيوب تيجي مرحلة اللوتيا الفيز اللوتيا الفيز هنا عندي سابتة 14 يوم ما بيضغيروش هم 14 يوم سابتين طيب اللوتيا الفيز دي خاصة بإيه خاصة إن بعد ما الفوليكل حصل لها رابشر وخرج منها الأوفم تكون عندي الجسم الأصفر اللي هو الكوربوس اللوتيا اللي احنا لسه متكلمين عليه وبدأ يطلع البروجستيرون تمام فالبروجستيرون هو المسؤول إن هو يعمل prepare للإندومتريام ويبدأ يجهز الإندومتريام ويزود السيكس بتاعتها عشان تستقبل الفيرتلايزد اج أو الفيرتلايزد أوفم عشان يبقى فيه جنين بعد كده خلاص هي دي التلات مراحل بتاع الأوفري طبعا عارفين اللي هيحصل بعدها إن طالما ما حصلش حاملة هيبدأ يحصل نيجاتيب فيدباك ويقل البروجستيرون ده وتبدأ تتهدم بطنط الرحم وتنزل المنسترويشن من تاني ونعيد السايكل من أول وديد هنا جايبلك في الصورة عندنا اللي هي في أول مرحلة أنا عندي وبتدت يحصل لها بقت بقت الفيروت بدأت تظهر بقت ماتيور هننجي عند اليوم الأربعتاشر مكتوب فيه هيبتدي يحصل ريليز بقى للأوفا وحتبدأ تخرج من الأوفري بعد كده هيبتدي تبقى الفوليكل دي امتي أو بنسميها الأيرلي كوربس لوتيم تتحول للكوربس لوتيم وبعد كده هيبتدي النجاتيب فيدباك يبتدي بقى يحصل دي جينيريشن ويتحلل الجسم الأصفر ده ويبقى حاجة اسمها كوربس البيكانز وتبتدي القارة تاني من أول وجديد ماشي الحاد ما هتتكون الكوربس لوتيم بتاعنا ويتحلل طيب الاندومتريال سايكل أو اللي هي اليوتراين سايكل يعني جوه اليوترس اللي بيحصل أنا عندي تلات مراحل بدأناها بين منستير والفيز والبرولايفريت والفيز والسكرتوري فيز نسلم على منستير والفيز اللي هي بداية خروج الدم المرحلة في اليوترس هنبدأها من أول يوم بتنزل فيه البريود هنبتدي كده نعيد القرى من أول يوم البريود بتنزل فيه طيب المرحلة دي بتبتدي منين وتنتهي فين بتبتدي أول حاجة بالfirst day of the menses to the last day of the bleeding من أول يوم لآخر يوم اللي هو حوالي من ثلاثة لخمس أيام وممكن توصل لسبع أيام زي ما قلنا طيب إمتى بتحصل بتحصل لو ما حصلش فما فيش بريجنانسي هيحصل فبالتالي هيبقى فيه المنسترويشن حصلت ليه بسبب اللو ليفلز بتاع الاستروجين وبروجستيرون اللي هما قلت لما قل الاستروجين وقل البروجستيرون ابتدى يعمل ان البلوت فيزلز اللي موجودة في الاندومترين يحصل لها كونستريكشن وتبدأ ان هي تهدم خد بقى كل السيلز اللي مبطنة لليوترس اللي هي لوترائل بدأ يحصل لها ضاي ويحصل لها اسلاف أو شيدنج بدأت ان هي تتهدم وتنزل طيب الاندومتريان بينزل منها جزء قد ايه ما بتنزلش كلها مع البروت بينزل تلتينها بس طيب التلت الأخير اللي بنسميه البيزل لير بيزل لير التلت الأخير ده هو المسؤول اللي هيكون تاني الاندومتريان بعد كده هيكون لي بقيت طبقة الاندومتريان تاني اللي تهدمت تمام في المرحلة اللي احنا فيها دي بيبقى الأوفري بدأ مرحلة الفلكيولر فيز اللي احنا لسه كنا شرحانها تمام يبقى هنا الفيز ماشية مع بعضها المرحلة التانية عندي اسمها برو لايفريتب فيز المرحلة دي بتاخد من 9 ايام ل11 يوم برضو بصوا متغيرة هي من 9 ل11 يوم الفيز دي بتبدأ من امتى بتبتدي من اول ما البروت خلصت من اخر يوم في البروت لحد ما يحصل تمام طيب بتبقى احنا قيلين ان في الاستروجين هو المسيطر فالاستروجين هو المؤثر على المرحلة دي وهو اللي بيعمل ماتيوريشن للفوليكل الاندومتريم هنا بيبتدي يحصل للها برو لايفريشن يعني ايه بتبتدي ان هي تنمو تاني من البيزل اللي قلنا عليها اللي هو التلت اللي ما كانش وقع مع الاندومتريم صح بعد كده عندنا الاندومتري بيبتدي يحصل لها او تبتدي بتاعها يزيد عشان هي طبعا بتجهز نفسها انا عايزة الفرتلايز دي وهو متيجو يبقى في جنين فيبتدي هي كانت من 2 ل 3 ملي بقيت اضعف بقيت حوالي من 4 ل 6 ملي وتبتدي الجلاندس اللي موجودة في اليوترس تبتدي تزيد في الحجم وبرده تطلع للميوكس المخاط بقى والحاجات اللي جوا الرحم والبلوت بيزلز برضه تبتدي ان هي تحصل في اليوم الاربعتاشر بالضبط اللي هي لما الـ LH زايد وحصل الـ LH surge فبدأت الاوفم تخرج من الفوليكل هي دي نهاية المرحلة the end of this stitch يبقى هنا هو نهاية هذه المرحلة اخر مرحلة في الاندومتريال هي secretory phase ودي برضه 14 يوم ثابتة زي اللي تيها الفيز بالضبط secretory phase دي بتبتدي من اول الوفيوليشن لحد start of البداية الدورة الجديدة الاندومتريال جلاندس هنا لسه بتطلع الميوكوس بتاعتها عشان جاهزة ان هي تستقبل الفيرتلايز دووفم والكوربوس اللي تيها معا ما يطلع الاستروجين والبروجستيرون فبالتالي الاندومتريال لسه مستمرة استمرت ان هي تزيد في الحجم او يحصل لها السيكنيس بتاعها تمام طيب في نهاية المرحلة لما بيحصل دي جنيريشن للكوربوس اللي تيام والاستروجين والبروجستيرون يقل له مرحلة دي بنسميها اسكيميك فيز بدأت بقى كل حاجة قل عند اليوم السبعة عشرين أو الثمانية وعشرين كده اليوتراين سبيرا الارترس الموجودة فيه او البلات فيزلز الموجودة في اليوترس بدأ يحصل لها وبدأ الاندومتريال يبقى بيل خلاص بقى انه بقى شاحب وخلاص البلات سبلاي بتاعته بقت قليلة والبلات فيزلز بتاعته خلاص هدي حصل لها ربشر فبالتالي دي بتبقى بداية المنسز الجديدة تمام طيب ثالث سايكل هي السلبيتال سايكل في الفيرس هاف اوف سايكل بيحصل ايه في النص الاولاني اللي هي under الاستروجين بلاقي ان السيرفيكس طالع منه ميوكوس او مخاط بيبقى less biscuit اللزوجة بتاعته مش عالية اللزوجة قليلة قوي بس بيبقى كميته كتيرة الكمية كبيرة تمام اما في الساكند هاف اوف اوف سايكل اللي هي بقى under الايفكت اوف البروجستيرون البروجستيرون هنا هو اللي متحكم اكتر بلاقي ان السيرفيكس الميوكوس المخاط اللي نازل بيبقى اللزوجة بتاعته عالية جدا احنا دورنا لازم لنا نيرسنجرول ولازم نتكلم على المنستيروال هايجين لان المنستيروال هايجين دي من اهم الموضوعات اللي ممكن تقلل حدوث الانفكشن عند الفيميل وبرضو قلة الهايجين اثناء المنستيروال دي ممكن تسبب لها مشاكل كتيرة جدا فلازم انا دوري كنيرس ان انا اعمل لها انستراكشن لحاجات معينة ايه بقى الانستراكشن دي او التعليمات اللي انا هدهالها اول حاجة هكلمها على البرسنال هايجين النظافة الشخصية والفريكوانت تشينجس اوف بيت تو افويد الانفكشن هولها نية تغير البيد في اليوم اكتر من مرة طبعا المفروض البيد ما بتقعدش اكتر من ساعتين لتلات ساعات او على حسب اول ما تبقى السوج دي المفروض نية تتغير على طول ما نفعش نفس البيد طول اليوم تاني حاجة ان هي تعمل ابلكيشن للهيت بتبتلي ان هي تاخد الشدافي او تحط كمدات مية دافية على بطنها ده كله بيقلل من الكرامبس اللي موجودة في الابدومن والبلبس تمام والبالانس الدايت مهم جدا ايام البريوت دي لازم يبقى فيه والبالانس الدايت يكون فيه كمية بروتين كويسة جدا الفيشتابولز والفروتز تقلل من النشويات والسكريات على قد ما تقدر مفروض ان هي البنت او الفيميل عموما فايام المسترويشن يبقى فيه تاخد قدر من الروحة كده وتقلل المجهود العنيف لكل الفيميل زي بتعمله لا تقلل شوية في الفترة دي يعني هي تعمل عادي الشغلها العادي او الاكتفز اللي هي بتقوم بيها بس ما يبقاش حاجة زايدة عن اللزوم ولو السمتوم زا حست ان هي طولت معايها او شديدة زيانة عن اللزوم طبعا هقول لها ما تتردديش ان انتي تبلغ الدكتور بتاعك لانه ممكن يكون عندك مشكلة تمام طيب ايه الابنورمالتز او منسترويشن احنا طبعا قلنا النورمال خاركترستيك بتاع المنسترويشن اللي هي القصائص اللي تقول لي ان المنسترويشن دي طبيعية ونورمال طيب ايه بقى هي الابنورمالتز او الحاجات الغير طبيعية عندي اول حاجة الاليجومنورية يعني ايه الاليجومنورية يعني تو انفريقونت منسترويشن يعني معناها ان المنسترويشن بتيجي تقريبا كل خمسة وثلاثين يوم كل خمسة وثلاثين يوم على ما تجيلها مرة اكتر من خمسة وثلاثين يوم كمان البوليمنورية يعني بتجيلها كتير قوي تو فريقونت منسترويشن كمان تلاقي تقولك كل 18 يوم البرج جاية لي دي البولي مينورية او الهايبو مينورية هايبو من اسمها كده ان الكمية قليلة تمام بتبقى حوالي اقل من 30 ملي في عندنا حاجة اسمها مينوراجيا المينوراجيا هي مينو مينو معناها برولونجد يعني بتقعد فترة طويلة وراجيا معناها اكسسف لو يعني كمية كتير او اكتر من 80 ملي فدي ابنورمل لما اجا اقول يعني ايه مينوراجيا دي عبارة عن ابنورمل هيفي and برولونجد من ستيروال بريد هيفي and برولونجد من ستيروال بريد طيب بعد كده عندنا الميتروراجيا هي عبارة عن الريجولار من سترويشن هي الميتروراجيا متأتها من لغبطة مرة بتيجي كل 18 يوم مرة 35 يوم مرة 28 يوم مرة كتيرة ومرة قليلة هي الريجولار غير منتظمة سانكيو واتمنى ان شاء الله انتم كونوا استفدتم من المحاضرة بالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة